مصباح الخير عليكم وعلى سلامتكم اليوم بدخلت عليكم بهذا الحلوات تقليدية جزائرية مئة بالمئة وهي الفطيرات هذا الحلوة بمكونات باسيطة فيها عجينة ما فيهاش مكونات بزاف وطليا كما نقولو الهزمن ولا فوندون هنا ياركو تشوفونا درتها وريدات هكذا وشبحتها بذيك نوي ويرا في الوسط ودرت لهذاك العقاش وسبقتها يعني وطليتها بطليا اغوز وهذي تلبية لبعض المشتركات اللي طلبوها مني ان شاء الله رامي تبعو فييا ويشوفوها ويسيوها الى كان عجبتهم اه اني قسمتلكم حبيبة باش تشوفو كيفاش جات الداخل دونك هي حلوة قلتلكم ما فيهاش مكونات بزاف واللي عجبتها حبت تشوف طريقتي كيفاش خدمتها تدخل الجوز بسم الله اه نفوتو نشوفو المقادير ومبعد نديرو طريقة التحضير مرحبا بكم مرة ثانية عندي هنا عندنا ثلاث كيلات فارينا كيلة سمن ماشي دايب زوج مغارف زيت عندنا القارص وعندي مزهر هنا عندي ليكستريتا على المزهر رح نخلطوه بالماء شوفو بسم الله هنجوزو نغربو الفارينا انفوتو نغربو هذو كثلث كيلات اللي وجدناهم انا درت كمية صغيرة باش نوري لكم ان بلوس دوسا اه الطلية كانت عندي شوية فضلت لي من الحلوة اللي درتها لكم لادرني اخفوها هذوك اللي قاتو غلاسي واللي ما شافوش الوصفة نخليها لهم في صندوق الوصف voilà نغربل درت شوية ملح نخلط المكونات الجافة بين سور ونربيلها القارص انا نحبها كي تكون عندها لقوة تاع القارص كل واحد كيفاشي ديرها درت حوالي زوج مغارف زيت حتى 3 مكسيموم ودرت كيلان تاع السمن كيفاش كيلتو هذو السمن ما راهش ذايب هنا فت وزنت هذوك ثلث كيلات بالكيلة وزنت كي عمرت يعني الفنجال هذا كل تاعاتين عمرتو رفدلي حوالي قريب مئة قرام فارينة قالوا اغطل السمن درت مياه فهمتوني لذلك إلا رفدلكم مئتين و لا تلتميات وجوغ تديرو نفس العبر هذا هو الكيل لكي يكون عندنا حلوة بسة خلطناها مليح مليح بسستها و هذه القارصة نحيت لها لجد تحق درتو مع الماء والمزهر وهي من المستحسن كي يكون وقت تشينا في بلاسة القارص نديرو تشينا بسك الزهر منين راهو جاي راه مجاي مش الصجرات تاع تشينا ثانيت هي نورتحة هناك لذلك هذه هي نبدأ نشمخ غير بالعقل و لا نعجنها أن نلمها بشوية غير بالصبعتين لكي لا تعلق ليش و أجلني فوندنت أنا لم أعمرت الكاس لقد رأيت كاس غير صبع على بالي ما يرفج كاس و تصعدي بونتو من الفارينة اللي استعملتو دونك هكذا نسيي نخدمها غير بيدي بالصبعتين ندخل لها كامل هذك اللي كيد اللي درتو و خلاص وعلا نخليها تريح نازم نخلوها تريح و نولوليها وحدة مص ساعة هكذا وعلا ما مينيما ونبعد كريحت هكذا باش يعني تتولي ليش باش نحن نشد بشكل وضع نفاغنه باش ما تلسقليج باش نغمال و نبدأ نفتحها كي ما نديرو ليس سابلي و لا نديرها شرقيقة و ثان ما نديرها شخشينا أنا ماذابية تقعد شوية اكروستيان سيبوصا ما نخشنهاش باش طيبلي ركو تعرفو ما فيها مايبيض نيوالو عجينة عادية و لا دونك أنا خيرت هذا لمبارس بياس دائر كالوردة ونقطع وانا ماذا بيكم ديرهم شوية كبيرين بسكو كي تصغروهم يعني يشدو لكم ملياد انا هكذا نحبهم شوية كبار وماشي عالين بزاف وكل واحد ديرهم كي ما يحب وانا بديت نسخن فيه 180 درجة نفوت نقبل هذو الكبار نحطهم في البلاتو كي ما راكوا تشوفوا لانا قدرتهم قلت لكم ارقاق بصحظو كي تنفخوا ومبعد نشد طابعة غير صغيرة انتو ملي لا بغا عم تكم حاجة هكذا نبوشة ولا بوشون تعكاش قريعة صغيرة ولا المهم تديرو لها ثلاث فتحات هذو هو الميزان تعلف الطيرات هذو زمان كانوا يدوهم معاهم للحمام كي يدو العروسة ولا يدوهم ولا يديروهم في العراس هكذا كي يتليموا يديروهم معا قهوة الصباح ولا العشية بكري ما كانش الحلوة بزاف هكذا كي ما راهي ما كانوش هذو الانواع كانت هكذا حلوة التطابع و الكروكي و هاذو هذو هذي الحلوة اللي كانو يحطوا بسكول عرس الناس كانوا سبع يام وسبع ليالي جيل عمه و جيل خاله و يحضروا كامل باش يلا قوضيهم و يسير بيولهم نقولوا ذيك القهوة كي ما نقولوا حنا حرفية بالحلوة هكذا نرجع هذو كليامات الشابين اللي اللي احنا يا شفناهم دوماج لجيل هذا ما حضروا لهمش سي دي بان سوفنير وشنو كي تديروهم كي توجدوهم تكملوهم خلوهم يريحوا شوية باش ما يتكمشوا لكمش هانا هذي يعني أستيوس مليحة شوفوا البنات طيبتهم حوالي 15 دقيقة حتى العشرين شوفوا البنات هذي هذي كالطلية اللي خدمت لكم قلت لكم بيها لهذاك الحلوة عندي واحد دولة تخواجوغ من اللي بيبليتها نخلي لكم قلت لكم اللي دخلوا معايا جدد و ما شافوهاش في صندوق الوصف لامام بيضة هكذا انا برك هذي دلت لها باتاغوم غوفخاز باش تخرج لي هكذا شاباء غوز انتوما ديروها في اخلوها بيضة اللون اللي يعجبكم انا باش ما نرميهاش باسك فضلت بعد قلت ستيا كي قالت لي الطلية بخوابة ندير لهم الفطيرات اللي شاكفوا يدماندوني يعني فيها وحبيت نحط لكم ساشي باش باش نفكر لكم زمن كي كنا نطلوا الحلوة على العراس بأكزمبل عراي شمخبز كنا نحط ان غان ساشي هذاك الساشية الكبار نشروب المترة ونفرشوهم في اللذة ونحطوها كذا طلية باش بالخف كي تبسغد من ذاك النحوها تتنحى فاسي المو يعني ما كانش هذو لي قغي كما ذرك انا حبيت نفكر الكبارات كي كانوا يطلوا إلا كانوا يديرو كما كنا نديرو حنايا انا من ذاك نجيب لكم حوايج اللي كنا نديروهم زمن نطلوها كامل نسعفوها ذو كتقابي مما ما خرجت لهم شطلية خلوهم بالعقل كي يبسوا جبدوهم وكرطوهم يعني بشوية كوغات عارفو وشبحوه على حساب واش تعرفون انتوما وانا هنا يا راك تشوفو سربيتها لكم في في طبصي بالله الله درت الهاقي قيشات منو منو وريدة ولا نوية ويويرة صغيرة وجات ما شاء الله وريحت المزهر وريحت لقوة على القارس يعني واش نقول لكم انا ان شاء الله تسيوا هذا الفطيرات على طريقتي هكذا نديروهم ونحبهم هكذا يريحوا قارس ويروحوا مزهر واللي عجبتها تديرها وترجع لي في الكومنتر وان شاء الله هراني لبيت رغبات المشتركات تبقى وعلى خير الى وصفات ماخير